في مظاهرة هادية النهاردة حصلت بسيطة وأعتقد أنه زي ما بدأنا النهاردة وتكلم هي دي الحاجات اللي احنا محتاجين نتكلم عنها حق الناس في الحياة الكريمة حق الناس في الحياة الأدمية حق الناس في السكن وفي الشغل وفي لقمة العيش الأساسيات اللي الضغط الاقتصادي بيصعبها أحيانا وإحنا عارفين ده ده تحدي الحقيقي بتاعنا النهاردة مؤسسة حياة كريمة استجابت لمناشدة إحدى المواطنين في محافظة إسماعيلية السيدة الفاضلة اسمها أسماء أسماء بعد وقفت وطالبت كده يعني عمل بسكت لوحة صغيرة كده وتكلمت عن أنها مش قادرة تدفع إيجار شاقتها السكنية في إسماعيلية وطالبت مشروع اقتصادي لها ده بالضبط اللي مؤسسة حياة كريمة عملته من خلال فريق الرصد الميداني لها اللي بسرعة تواصلوا مع المواطنة دي صور اللي حصلت النهاردة وظروفها الاجتماعية أنها متزاوجة وعندها ثلاث أبناء وزوجها مريض بالتلايو في الكابة دي ومش قادر بيشتغل هي عندها مشاكل في المسكن الكريم الصورة دي مهمة بس كده أنا مش هقول أي حاجة داني أقصد أقول أنه الهدف الأساسي لينا كلنا مش أن الصورة دي بس تحصل أنها ما تحصلش أنه ما فيش مواطن يضطروا أو تضطروا الظروف أنه يقف في الشارع يقول يا جماعة مش لاقي سكن آه طبعا المؤسسات المجتمع المدني أصلا ده الهدف الأساسي من وجودها أنها تدعم الناس في الأزمات الزي دي لكن الأصل في الموضوع أننا ما نحتاجش نوصل لده أننا نشتغل كواس جدا النوستيط دي تبقى معاشها يكفيها تبقى ظروفها الاجتماعية كريمة تبقى ظروفها الاجتماعية يتم دراستها كل ده شغل كتير قوي ورانا عشان كده احنا ورانا شغل أهم بكتير جدا من الخلافات على السوشيال ميديا ترجمة نانسي قنقر